نحن نواجه ازمة في المنطقة فيما يتعلق بالمياه وما يحصل بين ايران وتركيا وبين العراق وتركيا وما يحصل بين ايران وأفغانستان وكذلك ما يحصل بين حدود اقليم كردستان في ايران هذه هي تركيبة مترابطة مع بعضها البعض يعني ان نراها في اجواء مترابطة نحن لدينا معاهدات في اطار القانون يمكننا متابعتها سواء بيننا وبينكم وتركيا وبيننا وأفغانستان ولكن بالنظر بكافة التغييرات التي حصلت يبدو نحن أن نركز على موضوع للتعاون على الماء بشكل فنائي أو ثلاثي أو متعدد الأطراف لمتابعتها هذا هو كان موضوع ايران على الدواء أن يكون موضوع التعاون للإنسان ومن أجل البيئة وأنتم تلاحظون بعض التغيير في اقليم كردستان نواجه مشكلة في متعلق بالأتربة العالقة أو الأحداث التي تلاحظ على حدودنا مع الدول الأخرى ولذلك فإن المياه هي قضية مهمة فيما يتعلق بالديون هذا واضح منذ سنين وبفعل أشكال الحضر الظالم لولايات المتحدة الأمريكية